هتنزل النهاردة بعد العشر؟ نقم هريح كماني دفعته كنت بعمل مشاور بعيدة أو حاس بإرهاق إرهاق آه وأكيد برضو العربية محتاجة من وقت للتاني تريح للموتور يفوت ولا حاجة ولا حتى يتحرق خالص ولها متألقيش العربية متينة يا ما شالت يعني مهم تفضل شايلان احنا زي ما شلناها وحفظنا عليها ايامك اتمركونة مش لاقي اللي يعبرها ايام بقى متهيع لي ماما مش بتتكلم على العربية قلت في تكري قصدها ايه يا ام محمد معرش مهم طب بقولك ايه بما ان انا بقي تغيب كتير عن البيت انا عايزة اتطمن انه وراي ضهرة تسند عليه يعني ايه يعني عايزك تركزي مع عماما كويس اه وانا مش موجود بتقابل مين بتتكلم مع مين بيقولوا ايه ولو عرفت تتصوريها فيديو بكتر خيرك هعمل كده انت مش هتنزل النهاردة عشان اتخنيقتي معطامة النهارة رح ايه حاببتي اقسم بالله انا مش نتجوز تنطرنا احنا مش اتفقنا تساعديني وانا بشير لاطباق ولا هو اي كلام ايه يا جوجو احنا مش هايدين البنت الشاطر هاي اللي بسعب مامتها بشغل بيك حاضر يا بابا واما ساعد ماما دلوقت الحالة خليك انت حاببتي انا لسعب ماما النهاردة ايه هجيب ايه زاتون؟ حضرتك عايزة زاتون؟ لأ سينا شو المقورة اللي ماما طلبتها منك عشان ما تدخيش عليها المفروض ان انا اضحك بقى على الهزار اللي انت جاي تعمله على اساس ان انت الشاب اللذيذ اللي بيعرفيه الا اي دخلات حلوة في الكلام؟ ريام انت شكلك لسه فاهماني غلط وشكلك كمال لسه ما سمعتش رسائل اللي بعت هالك ومش هسمعها هو انت فاكر ان انا عشان ما حكيتش المنطق على القرف اللي انت عملته ده ان انا عدت هالك كده عادي؟ كل حكاية ان الست الغلبانة دي صعبت علي فاهم ان انت طيب ومحترم وما تعرفكش على حياتك ولا حتى هتعرفك على حياتك بس انت لازم تعرف نفسك على حياتها وانت شايفاني ازاي بقى؟ شايفات مقرف سافل فاشل فاضي مش محترم وقليل ادب اكمل ولا هتزعل؟ هو في حاجتان يتزعل اكتر من كده؟ انا مش فاهمة انت ازاي لسه اعج مكانك وبتتكلم وممشتش كان مفوت تمشي من دقيقتين مثلا شايفات اوض انا مش فاهمة اظن دي دلوقتي وبقى اشليها لازمك